موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من خلالها سأشارك معكم أفضل خمس تطبيقات أندرويد جديدة لشهر تسع الفين وخمسة وعشرون تطبيقات مختارة لكم بعناية لكي لا نطول عليكم ننتقل مباشرة لشرحها بعد هذا الاندرو موسيقى الآن وسهلا بكم من جديد نبدأ بهذا التطبيق الأول انستالر اكس يشغل عن طريقة شيزوكو يقدم لك مجموعة من الأدوات الرهيبة يحتاجها هاتفك الأندرويد من بينها خيار سيت انستال سورس يسمح لك هذا الخيار بتوجيه التطبيق إلى الملف الذي قمت فيه بتنزيل أو نقل ملفات التطبيقات المراد تتبيتها فمثلا من خلاله يمكنك تحديد ملف التحميل الذي يخزن التطبيقات التي حملت بصغة الابيكي كمصدر وعندها سيقوم انستالر اكس بالبحث فقط داخل هذا الملف عن التطبيقات المتاحة للتطبيق أيضا خيار اوتو ديليشن يقوم بحدف ملف الابيكي عند الانتهاء من تطبيق التطبيق حتى لا يبقى مخزن ويأخذ مساحة في هاتفك أما خيار ديس بلي سيديكي انفرميشن يعطيك معلومات التطبيق والحزمة الخاصة به كذلك سوف نجد خيار انستال فور اول يوزر يمكنك من تثبيت كل التطبيقات بجميع سياغها كذلك سوف نجد خيار اللاو تاست كذلك سوف نجد اللاو داونجراود يمكنك هذا الخيار من التحول من الإصدار الجديد للتطبيق إلى الإصدار القديم في حالة ما لم يعجبك الإصدار الجديد كذلك هناك خيار بايباس اللاو تارجيت سيديكي بلوك سوف يمكنك هذا التطبيق من تنزيل وتتبيت التطبيقات القديمة التي يقبلها هاتفك الاندرويد الجديد كذلك سوف نجد اول برميشن يمكنك اعطاء صلاحي جميع التطبيقات وعندما تفعل كل الخيارات التي تريد تقوم صديقي بالضغط على خيار سيف لحفظ التغييرات وهنا سوف تجد مجموعة من الخيارات الأخرى يمكنك تعديلها حسب اختيارك الآن دعونا نجرب التطبيق الصديقائي فلا سبيل المثال سوف نتوجه إلى هذا التطبيق على سبيل المثال تقوم بالنقرة عليه ثم تقوم باختيار التطبيق Installer X ويمكنك تتبيت التطبيق بسهولة وسعر لك معلومات الحزمة ويمكنك تتبيت آخر إصدار إذا كان متوفر أو تتبيت مثلا الإصدار القديم للتطبيق في حالة ما تريد أن تقوم بتتبيت الإصدار القديم ولم يعجبك الإصدار الجديد كما تلاحظون سوف تجدون الإصدار الجديد والإصدار القديم أن تختار بينهم ثم تقوم بالنقرة على خيار Install التطبيق الصديقائي سوف يفيدكم جدا جدا التطبيق الثاني يحول نطش هاتفك إلى زر سحري من خلاله يعرض لك التطبيقات المفضلة أو التي تستخدم بكثرة ويمكنك المرور بينها بسهولة فللحصول عليها على هاتفك ستحتاج لهذا التطبيق البسيط هنا تقوم بإضافة تطبيقاتك المفضلة فمثلا تقوم بإضافة تطبيق WhatsApp وكذلك يمكنك أن تختار تطبيق آخر مثلا تطبيق يوتيوب وعند الانتهاء تنقر على خيار Save أيضا يمكنك إضافة خيار رفع الصوت وخفض الصوت أو مثلا فلاش على هاتف عند النقر على النوت يشغل الفلاش ويمكنك تغيير شكل الإيقونات التطبيقات التي تخرج من النوتش أعلى تخيل أنك تقوم بضبط منبهك لاستيقادك في الصباح ولكن عندما يبدأ المنبه بالرانين تقوم بكتمه وترجع للنوم دون أن تشعر هذا السيناريو شائع جدا ويمكن أن يتسبب لك في التأخير عن مواعدك أو دراساتك فإذا كنت من الأشخاص الذين يغلقون المنبه ويرجعون للنوم بدون شعور فهذا التطبيق awake سينهياته العادة عند التوجه لضبط المنبه مثلا على الساعة السابعة والنصف صباحا في الأسفل هنا تقوم باختيار أيام العمل أو الدراسة نقوم باختيار الأيام ومن ثم ننزل إلى الأسفل إلى المهام أو الميشن عند النقر عليه سنجد عدة مهام يمكنك القيام بها عند رانين المنبه ولن ينطفئ حتى تقوم بإجراء المهمة فمثلا إجراء عملية حسابية التي تتطلب تفكير أو مثلا وضع الكود المكون من أربعة أرقام التي تظهر لك فعند رانين المنبه لن ينطفئ حتى تقوم بوضع الكود الصحيح أو حل العملية الحسابية أو مثلا يمكنك المرور إلى أعلى مستوى مثلا مسح الباركود الموجود في غرفتك أو مثلا التبسم للكاميرا أو مثلا تتوجه إلى خيار لعب لعبة الأفع فبهذا التطبيق أصدقائي ستنهض رغما عنك ليس هناك مجل لإطفاء المنبه والرجوع إلى النوم تطبيق ارسم أينما تريد والتطبيق الرابع في سلسلتنا وهو أداة ممتازة للرسم المباشر على شاشة هاتفك عند تفعيله تظهر لك قائمة عائمة تضم قلما وخيارات الألوان مما يتيح لك الرسم والتأشير على أي محتوى على الشاشة بكل سهولة يمكنك أيضا حدف ما رسمته بنقرة واحدة ما يميز هذا التطبيق هو فوائده الكبيرة أصدقائي لي عند مشاركة الشاشة إذا كنت مثلا تريد مشاركة شاشة هاتفك مع أصدقائك فيمكنك استخدام القلم لتحديد وتوضيح النقاط المهمة بشكل مباشر وفعال أيضا عند تسجيل فيديو لشاشة هاتفك بهدف خطوة معينة مثلا يصبح القلم أداة لا غنى عنها لتسليط الضوء على النقاط الأساسية وتوجيه المشاهدين إلى التفاصيل المهمة مما يجعل الشرح أكثر وضوحا وسلاسا فهذا دور التطبيق أصدقائي لا شك أنك شاهدت هذه المؤثرات الجميلة تحت أيقونة البطارية وكذلك في نوتش الكاميرا وصورتي على شاشة الهاتف في قالب مميز كل هذا وأكثر يمكنك الحصول عليه في هذا التطبيق الخامس والأخير بالتوجه إلى خيار status bar decoration يمكنك اختيار ملصق ووضعه أينما تريد على شاشة هاتفك ويمكنك تكبير أو تصغير الملصق من خلال هذا الخيار أو تحريكه ووضعه بيدك على هذا الشكل أو عن طريق هذه الأزرار هنا فكما تلاحظت سوف يعطيك منظر رائع جدا على أيقونة البطارية الخاصة بهاتفك يمكنك وضع العديد من الملصقات تكون جدابة أيضا يمكنك وضع النوتش أو شكل النوتش يمكنك تغييره بالعديد من الأشكال والخيارات أيضا من هذا الخيار يمكنك إضافة صورتك الشخصية وإضافتها على النوتش أو مثلا على شاشة الهاتف هنا سوف يجد مجموعة من الخيارات الأخرى كإضافة صورتك في هذا القلب بالنقر عليه ثم تقوم بالنقر على علامة الزائد وتقوم بإضافة الصورة الخاصة بك وسوف تنضاف على شاشة الهاتف الخاص بك بهذا الشكل سوف تعطيك منظر رائع على الشاشة الرئيسية لهاتفك أيضا سوف تجد خيار تغيير البانيل بالنزول إلى الأسفل فيمكنك صديقي تغيير شريط الإشعارات هنا كما تلاحظ ممكنك تغييره بالعديد من الخيارات الأخرى مع إضافة هذا القلب للكاميرا قديمة وسوف تظهر على هذا الشكل ممكنك إضافة عليها فيديو خاص بك أو أي فيديو كيفما كان من معرض هاتفك كما تلاحظون سوف أعطيك على هذا الشكل الرائع مع مجموعة من الخيارات والقوالب الأخرى أيضا سوف نجد مجموعة من الملسقات الأخرى كإضافة صورك بأشكال وأنواع مثلا القلب أو وردة التطبيق كذلك يوفر لك مجموعة هائلة من الخلفيات لهاتفك خلفيات 4K كما تلاحظ بشدة الأشكال والأنواع وكذلك سوف تجد الأقسام من خلال هذا الخيار سوف تجد حتى شاشة القفل كما تلاحظون مثلا سوف تجد هناك شاشة قفل تريند على تيك توك كمثلا هاتف أو مثلا شاشة قفل لابوبو مع مجموعة من شاشات القفل الرائعة والمميزة إضافة إلى ذلك في هذا الخيار يمكنك إنشاء شاشة قفل خاصة بك هنا أو كذلك خلفية لهاتفك من اختيارك تقوم بإتناعتها أنت بنفسك ورفع على التطبيق كما تلاحظون كل ما سوف تحتاجه لتزيين وتخصيص هاتفك موجود في تطبيق واحد اشتركوا في القناة